طيب لحد ما نوصل لهذه المرحلة وإن شاء الله نوصل لها قريب يعني أكيد إن شاء الله ممكن يكون دور الأسرة والبيئة إيه علشان نقدر نربي هذا الناشط التربية الإعلامية اللي احنا نفسنا يطلعوا عليها حضرتك قلت في البداية أن الإعلام ممكن يكون أحد مؤسسات التربية أو التنشيئة تمام؟ المفروض يسبقها الأسرة يسبقها الأسرة هي دي المؤسسة الأولية للتربية والتنشيئة الأسرة تنزلت عن دورها بشكل أعتقد مقصود أو غير مقصود بتختلف من أسرة التانية يعني في أمة مثلا بتسيب أولادها قدام التلفزيون قدام الكارتون قدام اللابتوب في مقابلنا مثلا في الشغل أو أنها بتعمل حاجات للبيت صحيح ما بتحددش إيه هو المضمون أنا مش فقة برضو على الأمة بس أنا عايزة أنها تبقى أكثر وعيا بمثلا إيه تحديد عدد الساعات تحديد المضمون مش طول الوقت المضمون متاح ولو في حتى عدد ساعات وتحديد مضمون أكون أنا موجودة لأن أنا وأنا موجودة ممكن أتابع أشياء أو أمنع أشياء وحتى لو مسموح بكل ده التواصل بعد عرض ده بيفرق يعني إحنا لو شفنا مثلا فيلم أو شفنا مسلسل أو شفنا مضمون الماء أو دخلنا على موقع ماء وأنا قعدت أتنقش مع ابني فيه بشكل واعي وأقول له لأ بس أنا كنت مستغربة مثلا وجهة النظر المعروضة دي لأ هو الفيلم ده مثلا ليه بيعرض النماذج دي فيه النماذج الخير فهي برضو التربية الإعلامية ممكن أقول تبدأ من الأسرة وتنتهي عند الأسرة لازم يبقى فيه رقيب لازم يبقى فيه وعي أسري لازم يبقى فيه رقيب لازم تقنين لعدد الساعات لازم أبقى أنا كل يوم عارفة ابني شاف إيه لأنه هو ده اللي هيكون له الحصيلة بعد كده ما يكبر سواء في الإنترنت طبعا أو في التلفزيون أو في التلفزيون لأن حتى بعض الأفلام الكارتون بيبقى ليها أنا لاحظت لأن أنا عندي أولاد صغيرين فلاحظت أن بعض الأفلام الكارتون ماشية في سكة أنا ما كنتش متوقحة بصراحة أنا عايزة أقول لحضرتك كمان إن الخطورة أن إحنا عندنا أجيال من تعليم أجنبي للأسف تفقد كثير من المعلومات ومن الأحداث القوية اللي إحنا كلنا عشناها فأنت داخل في مرحلة تانية إن ممكن تفقد الهوية يعني الطلبة دي أو النشئ ده لو الأسرة ما خدتش بالها منه وثبيته لنوع معين من التعليم أو الثقافة الغربية أنت حيطلع لك جيل مش بس محتاجة حسين إعلامي أنت محتاجة ليه التاريخ من أول وجديد وتعرفه دور بلده ودوره الإقليمي في المنطق أنا عايزة أقول لك على حاجة أنا لاحظتها إن الأطفال دلوقتي بتتشد لنوع من الأفلام إحنا لا نستساره يعني ما نحبش نتفرج عليه حاجات بسيطة كده تبدو إنها بسيطة لكن أكيد بتوصل معلومات غريبة وبعدين بقى في حاجة تانية اتعلمتها من أولادي ثمان سنين حاجة اسمها يوتيوبر وأنا ما كانش عندي أي فكرة عنها اليوتيوبر ده بيجيب جيمز ويقعد يتكلم ويشرحها ويقول لها أنا بلعبها إزاي يعني بيلعب الجيمز وهو بيتكلم أنا لاحظت إن هما بيبقوا مجدودين لها بشكل غير طبيعي وأنا ما راعد ببص عليها ما ببقاش فاهم أنتوا مجدودين على إيه النقطة هنا إن بعض هذه الجيمز بيبقى فيها عنف فابتديت أخد بالي وأعمل زي ما حضرك بتقولي كل لما لقيهم مسكين الحاجة بيتفرجوا على حاجة يعني في الانترنت لازم أعود من بهم وبعدين هم ما بتدوا ياخدوا بالهم فبيخبوا مني حضرك متخيلة بيخبوا مني يعني أو لما بيشوفوني يسبو لأنه هو مش فاهم حضرتك عايز تعمل إيه هو فاهم إن ده منطق المنع أو الحجب أو ليه بابا بيعمل معي كده ده موضوع مسلي ده فيه تفاعل المشكلة الحاجات هديك تقول عليها فيه تفاعل فالطفل بيشارك فبيندمج بكل حواسه صح فإن أنت فجأة تمنعه أو تقول له ده وحش طب وحش ليه طب نقلل العدس عدة طب ليه طب ما تدخلش على الموقع طب ليه هو ما عندوش إجابات وحتى لو حضرتك قلت له إجابات هو مش فاهم الأبعاد فبالتالي أنت بتمنع عنه متعة فيعني يعني حيب أبي يحاول مثلا يخبيها عنك أو يحاول ما يزعلش بابا بس أنا كمان عايزة أستمتع عشان كده بنقول أن الرقابة من الأسرة هي دي الحماية الأولية هي دي اللي تقدر بعد كده تكملها زي ما قلنا بالتربية الإعلامية لكن إنت لو حضرتك لو دول الأسرة مش موجود وفيه تربية إعلامية هنوصل لإيه؟ مش هنوصل لحاك طب هل في وسيلة تانية غير الأسرة نقدر نستعمل بيها؟ ممكن الجانب الديني طبعا ممكن الجانب الديني يعني مثلا دلوقتي لو إحنا تكلمينا فيما يخص الشائعات مثلا إحنا عندنا في الدين بيقولك تحقق من الخبر مثلا أن أنت ما تنشرش أي حاجة قبل ما تعرفها أن أنت ممكن تنشر مثلا فساد أو تسبب قلق أو تسبب زعر يعني فيه مؤسسة الأسرة فيه المؤسسة الدينية لو كل المؤسسات دي قامت بدورها وقامت بدورها فيما يخص التوعية للطفل هتبقى الإعلام ممكن أقول المرحلة الأخيرة اللي يتم الاستجابة لها وهنا دي يبقى كأنهم بيمهدوا الطريق ليه لكن لو كل المؤسسات دي ما قامتش بدورها للأسف والله أنا مع حضرتك في الحضرات التي ذكرتها في الأول اللي هو دور المدرسة أو يعني لازم المدارس تأخذ خطوات جادة في هذا الموضوع في تعليم الناس دي الأطفال إزاي يتعاملوا مع الوسائل التواصل الاجتماعي وإزاي يتعاملوا مع الانترنت عموما لأن أنا يعني مش عارف هو فيه مادة بتدرس في المدارس أنا سمعت كمبيوتر أنا مش عارف المادة دي هل تعليم يعني بيتعلموا إيه على الكمبيوتر بصراحة أنا حبتدي أركز فيها بس حضرك عندك فكرة هم مادة الكمبيوتر في المدرسة عبارة عن إيه أنا عارفة إن هي مادة بتدرس بس أنا مش عارفة برضو على حسب قولنا إمكانيات المدرسة يعني ممكن هي تبقى مادة حضرتك لو المدرسة مش مؤهلة فممكن تلاقي كمبيوتر بايز فبالتالي أنت مش هتتعلم حاجة مثلا أو لو المدرس غير مؤهل مثلا يديك مثلا تكنيكس معين أو معلومات معينة للأسف برضو مش هتوصل عشان كده بنقول دايما أي توعية أو دايما أي ممارس الدور قادم للأسف مرتبط بالكفاءات البشرية والإمكانيات المادية عشان توصل للهدف المرجو منه عشان كده أنا يعني يبقوا ناشد وبدوا إن إحنا نسخر الفترة الحالية والقادمة كافة الكفاءات البشرية اللي تصلح لهذا العمل ونمدها بالإمكانيات المادية عشان نوصل للهدفية مش بس الكلام إحنا هنقوله في برامج أو أهداف إحنا بنسع عليها إحنا بنعمل التوعية على قد ما نقدر آليات لتنفذها كل ده فكرة حلوة كل ده موجود من سنين وللأسف إحنا في أحوج حللي إحنا زي ما بقول لحضرتك إحنا شايفين زواهر اجتماعية غريبة غريبة حتى عننا كمجتمع مصري كمجتمع عربي تقبل العنف بشكل حتى لافت للنظر عن السنين اللي فاتت يعني لازم ناخد خطوات علشان نصحح كل الكلام ده وهو يتلحق لأنه هو ما بقلوش فترة كبيرة لدي طبيعتنا كمصريين يعني حتى إحنا مستغربين ليه لو دي طبيعتنا ما كناش حنستغرب لكن لأ بنقول فيه زواهر سلبية يبقى دي مكتش موجودة قبل كده أو مكتش موجودة بالشكل الفج ده يبقى ضد الطبيعة البشرية ضد الطبيعة المصرية بالتالي ممكن تعويضها زي ما قلت لحضرتك بشكل موازي إن أنا أبدأ أنبه مثلا لحاجة معين أعرض نماذج إيجابية يبقى فيه قدوة ليه ما أخدش مثلا الطلبة دي مثلا وأنزل بيهم لأماكن أو إنجازات مثلا حققتها مثلا الدولة ليه ما فيه مجهود يتعامل علشان أفرغ الطاقة بتاعت الطلبة دي أعزز عندهم حتة الانتماء الوعي بالمكان اللي هم موجودين فيه أو لو فيه مثلا إنجازات حققت ليه ما روحش مثلا في حاجات العشوائيات اللي اتطورت ويشوف غيره في نفس سنه قد إيه هو محتاج للي هو فيه قد إيه هو نفسه أو يتمنى يكون في مكانه ما ديه كله دي حاجات نفسية ومعنى ما هي هتفرق معاه حيبدأ يستشعر إيه مثل اللي هو فيه حيبقى عايز يحافظ عليه المهم يكون فيه حاجة ممنهجة ومحطوطة بشكل منظم علشان نقدر نستخدمها علشان ما تبقاش المجودات اللي بتتعامل المجودات عشوائية صحيح